السلام عليكم تشباه الكرام تيسي قدمت عرض إعجازي وفلكي لنجم انتر ملانو وصديق أصرف حاكيمي السابق روميلو لوكاكو بحيث أن البلغ يقدر ب130 مليون يورو بحيث أنه عرض مغري للغاية حقا مدرب لانتر ملانو السابق كونتي كان قد أعلنها المخضرم كونتي في سنتين أعاد الانتر للواجهة من جديد وقام ببناء مشروع رائع بداية المتعاقد مع لوكاكو وحاكيمي لكن بعد أزمة ملك النادي الصينيين كونتي في الشمعي الأخير طلب من الإدارة ليبقى عن أساسية الفريق والمشروع الذي تم بنائه من أجل الاستمرار مع النادي ولكن الإدارة كانت في موقف صعب لذلك راحل لكونتي وكانت البوادر واضحة من راحل كونتي للأسف مشروع مميز إن هذا ما بسبب المال يعني البلان على شخص كونتي هو أنه كان بغي يخلي اللاعبين دياله المتميزين للفريق وكان بغي يطور من مشروع للنادي ويزيد بين مقدام لكن الصينيين فضلوا المال بسبب الأزمة الكورونا وحاكيمي في باري سينجرمان مبلغ 10 مليون يورو زائد المكفعات ودابا حاليا في مراحل متقدمة من بيع لوكاكو للشيلسي وبالتالي ما بقى غير لوطار ومارتينيز وباريلا للفريق والنجوم دياله حيشان الانتر غادة نحوي الهوية بعد ما توجهش باللقب وقلنا صافي أغترجع للمكان دياله لكن حاليا غادة وكت ضحب اللاعبين المميزين وبالتالي الانتر غترجع كيم مكان في آخر سبع سنوات اترجعت نقوص في الأداء ديالها بسبب هذه السياسة دي الملك الصينيين يعني كما نقوله المال كي غير العالم وهو تشريترا لهذا الفريق الإيطالي أشبال لكم الخوش واش لوكاكو صفقة تحسم الصالح للشيلسي أو لللاقب بالنسبة لي تحسم بشكل كبير حيث 120 مليون يورو والأزمة للانتر تخلي أي حاجة ممكنة وبالتالي لوكاكو يقدر العمازياش ليسوي مدامنش المكان دياله في تشيلسي وبغاء ميلان يعني الاخوش هدمر كاتو مخربة قد لبصة حاكيمي كان مع لوكاكو شوية حاكيمي يمشى لوكاكو غادي يولي لعب مازياش يعني عالم كورت قدم حقا غريب هذا ما كان اخوش أجبال لكم في الخبر كان ما يكمل أخذ لكم روان أتشاء الله وليفرص